استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف المستشار أحمد مساعد العجيل الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه رعاه الله بمناسبة تعيينه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز والمستشار الدكتور عادل ماجد بروسلي الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه حفظه الله بمناسبة تعيينه نائب رئيس محكمة التمييز والمستشار محمد جاسم بن ناجي رئيس محكمة الاستئناف والمستشار علم فيب لمطيرات نائب رئيس محكمة الاستئناف والنائب العام المستشار ضرار علي العسحوسي والمستشار عبدالطيف اثنيان الاثنيان الذي أدى اليمين الدستورية أمام السموح حفظه الله بمناسبة تعيينه رئيس المحكمة الكلية ووكيل محكمة التمييز المستشار خالد صالح لمزيني ووكيل محكمة التمييز المستشار محمد عبدالله بصليب ووكيل وزارة العدل عمر خالد الشركوي بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم قوانين البلاد ونظمها بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم قوانين البلاد ونظمها أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم قوانين البلاد ونظمها وقد أكد سموه رعاه الله على الثقة التامة بأنهم جميعا خير من يمثل القضاء ولهم كل التقدير والاعتزاز كرجال قضاء وحامل لواء العدل والحق متمنيا سموه لهم دوام التوفيق لمواصلة مسيرة قضاء المشهود له بالعدل والنزاهة وشاكرين المولى تعالى بأننا نعيش في ظل دولة دستور وقانون ومؤسسات حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد محمد العفاسي وكبار مسؤولي الديوان الأميرية